موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم موجز الأخبار من قناة السهيل أهلا بكم أحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة وبرجاء القوائل اليوم تقدما ميدانيا جديدا شرق مدينة الحز مركز محافظة الجوف وقالت مصادر ميدانية للنقوات الجيش والمقاومة أحرزت تقدما ميدانيا في جبهة الجدافر شرق معسكر اللبنات وتمكنت من السيطرة على اتباب الأقشع ومواقع أخرى وبحسب مصادر فإن قوات الجيش كبدت الميليشيات خسائر كبيرة أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على ضرورة تضافر الجهود على المستويين المركزي والمحلي لإنجاز أهداف الحكومة في استكمال السعادة الدولة وإنهاء الإقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي جاء ذلك خلال ترأس اجتماعا عبر الاتصال المرئي ضم عددا من محافظي المحافظات وحيى الاجتماع الصمود الأسوري لمحافظة مأرب وهي تتصدر معركة مواجهة من الشرحوث الإنقلابية ومشروعها العنصري المدعوم إيرانيا ودن الاجتماع لاقتحام الذي تعرض له منزل محافظ تعز في العاصمة المؤقتة عدن ونوها بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية وأهمية تنفيذها بشكل عاجل وكشف ملابسات وتفاصيل هذا العمل المرفوض والمستنكر بحضور عدد من قيادات الدولة وجمع غفير من المواطنين شويع اليوم جثمان الشيخ عبدالله عبدالقادر العليمي بوزير لمقبرة جنوب الرياض بالمملكة العربية السعودية واشهد المشيعون بمناقب الفقيد وما عرف عنه من حكمة وفقه ووسطية واعتدال قال رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات تبادل الأسر هادي هايجي أن وفد منش الحوثي أصر على إفشال جولة المشاورات بعد رفع تصنيف الإرهاب عنهم وأشار هايجي لأن وفد منش الحوثي تعمدوا إفشال جولة المشاورات وطالبوا بأسماء مجهولة دائما ما يكررها إضافة إلى رفضهم الالتزام بما اتفق عليه في عمان ثلاثة ومحاولة تجاوزها وكان عضو الوفد الحكومي للمفاوضات ماجد فضائل أكد في وقت سابق التزام الفريق الحكومي بتقديم كشفات بأسرى من الشرحوث الإرهابية وبأعداد كبيرة ولكنهم لم يقبلوا إلا القليل وأكد فضائل حرص الحكومة على إنجاح الملف وإخراج كافة الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل إلى ذلك أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث عن خيبة أمني جرأ فشل جولة المفاوضات في ملف الأسرى والمعتقلين التي جرت من الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في العاصمة الأردنية عمان وحثى جريفث الطرفين على مواصلة مناقشاتهما ومشاوراتهما والانتهاء من تنفيذ ما اتفق عليه وتوسيع الترتيبات لإطلاق صراح المزيد من المعتقلين قريبا وكرر المبعوث الدولي دعوة للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى وكبال السن والأطفال المعتقلين وكذلك المدنيين المحتجزين بمن فيهم النساء والصحفيون أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن فيروس كورونا لا يزال متواجدا في اليمن وقالت في تغريدة أنه بينما تجتاح الموجتان الثانية والثالثة العديد من البلدان حول العالم يسعد المجتمع الإنساني في اليمن لتداعيات المحتملة وأشرت إلى أنه لم يتبقى سوى أقل من 50% من المرافق الصحية تعمن بكامل طاقتها في مختلف أنحاء البلاد وخلال الأيام الماضية ارتفعت وطيرة الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في اليمن بعد انحسار أعداد المصابين لعدة أشهر نتمنى السلامة للجميع نهاية الموجز في أمان الله